أحبائي إحنا تكلمت من طفولة أو من بداية يعني كلام الملاك لمريم ويوسف أن المسيح هو المخلص لرسائل مثل سمعان ومثل حني ومثل يحنى المعمدان وبتشوف أنه يسوع المسيح بالتفصيل بالتطقيق بداءة من قيصرية فليبوس تكلم عن الغرض اللي جاء من أجله أنه سيروح لأورشاليم وهناك يموت لدرجة أنه اعترض الرسول بطرس على كلام يسوع وكان جواب يسوع بدون أي مسايرة اذهب عني يا شيطان ونشوف أنه الأمر بيتكرر يسوع كان بسميها الساعة لم تأتي ساعته ثم أتت الساعة وبيتكلم برموز وإحنا تكلمنا عن بعض هذه الرموز حتى وصول المسيح العلية العشاء الأخير برضو عم بيتكلم عن الغرض وأنه رح يروح لبستان جاتسماني ثم نأتي إلى بستان جاتسماني كلمة جاتسماني قاتش منيم في اللغة العبرية معصرة زيت يسمى بستان النزاع بستان الجهاد بستان الصراع حيث كان يصارع المسيح لأن آدم في البستان الأول اتهزم ويسمى الفردوس المفقود ولكن في هذا البستان يسمى الفردوس المردود لأن المسيح انتصر من أجلك ومن أجله ولكنه كان يصارع حتى العرق نزل قطرات دم وقال للآب إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني لاحظ كلام يسوع فخرج يسوع وهو عالم بكل عالم بكل ما يأتي عليه يحنى 18 آية 4 وعندما جاء يهود الإسخريوت مع الحرس الهيكل والجيش الروماني وطبعا يعني قال الرب يسوع يعني إذا كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمد علي الأياد ولكن لاحظ الكلام ولكن هذه ساعتكم هذه ساعتكم وسلطان الظلمة لوقا آية 22-53 خرجوا بقول كأنه على الوسط بصيوف وعصي وبعدين قال هذه العبارة ألا أستطيع أن أطلب من أبي 12 جيشا يعني الجيوش من الملائكة وإلا كيف يتم المكتوب لدرجة حتى واحد من تلاميذ المثيح لهوبوتروس مسك الخنجر السكين وضرب عبد رئيس الكهنة وقطع أذنه والرب يسوع وبخ بطرس قال رد سيفك إلى غمدي لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يأخذون أو بالسيف يهلكون في يحنى 18 فإذن حتى في البستان المسيح صنع معجزة ورد أذن عبد رئيس الكهنة ملخص وبخ بطرس لأنه استخدم العنف استخدم السيف لأنه جاء المسيح ليسلم ولكي يموت وإذا قرأنا عن المحاكمة الدينية والمحاكمة السياسية سواء أمام مجمع السنهدريم أمام قيافة وحنان أو أمام بلاطوس تكتشف تستشف أنه عدة مرات المسيح بوجه ثابت بدون أي تزعزع بثبات وهدوء كامل جاء ليتمم هذه الساعة بل الأكثر أحبائي وهو على الصليب أودع أمه ليحنى لأنه عارف أنه رايح يموت على الصليب لاحظ اسمع كلمات يسوع قال للص التائب اليوم تكون معي في الفردوس ولاحظ على الصليب لأنه المسيح لم يموت إلا في اللحظة في التوقيت الإلهي المعين قال يا أبتاه في يديك أستودع روحي ولما قال هذا أسلم الروح لأنه قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها حتى وهو على الصليب عم بعيره فيه اتفادة كل التعييرات على الصليب انزل خلص يعني خلص آخرين ولم يقدر أن يخلص نفسه انزل فنؤمن بك حتى في هذه اللحظات كان ثابت وعارف أنه عم بتمم المشيئة الإلهية أحبائي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل لأختم حديثي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر